في تصرح نيتي لفزون النهار كده مدير وكرة تشغيل أنم أن عدد الموعيد التي منحتها المنصة الرقمية لطالبي منحة البطالة بولاية جيجل تجاوز في يومه الأول 1800 شخص تم تسويت قرابة 300 ملف وتسليم أصحابها شهادات القبول للاستفادة فيما تم استقبال في اليوم الثاني أكثر من 700 شخص من طالبي منحة البطالة في هذا الإطار تم تسخير كل الوسائل مع مواصلة عمل الوكالة إلى غاية ساعات متأخرة بالرغم من مشكلة ضعف تدفق النت ميكروفون أيمن عبد الرحيم عندنا قاعدة رقمية هي عندما يسجلوا فيه المستفيدين أو طالبي العمل القاعدة الرقمية هي التي تمد المواعيد اليوم الأول كان أكثر من 1800 موعد قدرنا ننزو حوالي 263 شهادة تعلل شهادة الاستفادة من منحة البطالة اليوم الثاني أكثر من 700 موعد رهي العملية متواصلة ترجمة نانسي قنقر شكرا